السلام عليكم جمعت لكم أصدقائي مجموعة من الأخبار التي تتكلم عنها الصحف الألمانية هناك أخبار وطنية خاصة بالشأن الداخلي الألماني وهناك أخبار عالمية تناقشها الصحف الألمانية والتلفزيون في ألمانيا نبدأ بالخبر الأول وتصريحات الرئيس البوتسواني الذي قال بأنه مستعد أن يقوم بإعطاء ألمانيا عشرين ألف فيل ويرسلها إلى ألمانيا بأسرع وقت وهو لا يقبل بأن ألمانيا لا تقبل هذه الهدية لكن ما وراء هذا التصريح ولماذا رئيس بوتسواني غاضب من ألمانيا أو ينتقد ألمانيا أو لماذا صرح بهذه التصريحات دولة بوتسواني هي دولة جميلة جدا وتوجد في إفريقيا ودولة بوتسواني معروفة بالفيالة وبأيضا حيوانات برية تعيش فيها لكن دولة بوتسواني تعاني من تكاتر الفيالة وعلى حسب الرئيس البوتسواني فإن في بوتسواني يوجد أكثر من 130 ألف فيل ويتكاترون بشكل كبير ويعيشون في البرية ويحتاجون إلى ماء كثير ويحتاجون أيضا إلى أوراق أشجار كثيرة ما يجعلهم بعض المرات بسبب تكاترهم يقومون بالتوجه إلى مثلا الأماكن أو الترع المائية أو الآبار أو بعض الأنهار المخصصة للفلاحة أو مخصصة لبعض القرى أو بعض الناس والفيالة تشرب ماء كثيرا ما يتسبب بنقص الماء لعدد كبير من الناس هناك في بوتسوانا إضافة إلى أن الفيالة بعددها الكبير يعني تلتهم وتأكل عدد كبير من أوراق الأشجار إلى آخره فلذلك بوتسوانا حسب الرئيس البوتسواني تقوم بإعطاء تراخيص من أجل صيد الفيالة هذا الأمر على ما يبدو نال انتقادات من عند بعض السياسيين في ألمانيا خصوصا من حزب الخضر كما قالت أيضا الصحافة الألمانية جريدة بيلد وقالوا بأن السيدة وزيرة البيئة شتيفي ليمكا من حزب الخضر كانت انتقتت هذا الأمر بإعطاء تصاريح من أجل صيد الفيالة وقتل الفيالة وانتقتت هذا الأمر وطلبت بحماية الفيالة هذا الأمر أغضب جدا الرئيس البوتسواني وقال بأن بلده امتلأت بالفيالة لذلك هو يطلب من ألمانيا ويقول لها يا مرحبا سوف يرحل إلى ألمانيا عشرين ألف فيل وقال بما أنكم لا تعيشون هذا المشكل الذي تعيشونه بوتسوانا فلن تفهموا لماذا بوتسوانا تقوم بإعطاء التصاريح من أجل صيد الفيالة فقال لألمانيا إذن تعالي أرسلي بواخرك واخدي عشرين ألف فيل واخديهم إلى ألمانيا لكن لكن أتركوهم يعيشون أيضا هناك في ألمانيا بالبرية أتركوهم يمشون بالشوارع وجربوا ما تعيشه بوتسوانا هذا الأمر تكلمت عنه الصحفة الألمانية ونقلوه بهذا الشكل بأن الرئيس البوتسواني يطالب من مجموعة من السياسيين في الدول الغربية بأن لا يتدخلوا بالأمور الخاصة ببلده قال بأن بلده تحافظ على الفيالة وتحافظ على الحيوانات لكنها تكاترت بشكل كبير فلذلك هو يقوم بإعطاء تصاريح من أجل صيدها أصدقائي خبر آخر تتكلم عنه الصحفة الألمانية وتناقشه وهو انتقاد الحكومة الألمانية لما يسمى بقانون قناة الجزيرة الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية القانون الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية هو إغلاق القنوات التلفزيونية الأجنبية إذا اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية بأنها تشكل خطرا على أمن الدولة الحكومة الألمانية ضد هذا القرار وانتقدت هذا القرار كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية في ألمانيا ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية نلاحظ بقلق قانون الإعلام الإسرائيلي الجديد وأضاف إن المشهد الصحفي الحر والمتنوع هو حجر الزاوية في الديمقراطية الليبرالية إذن الحكومة الألمانية تنتقد بشدة قرار منع قناة الجزيرة أصدقائي يعني قناة الجزيرة ترغب إسرائيل أم تمنعها بكل إسرائيل وأن تغلق جميع مكاتبها السبب هو أن الحكومة الإسرائيلية تقول بأن قناة الجزيرة تقوم بتقديم تقارير متحيزة فلذلك يرغبون بإغلاقها أصدقائي لكن قناة الجزيرة نفت هذا الأمر وانتقدته بشدة وقالت قناة الجزيرة بأنها تنشر الوقائع كما هي بكل حرية ومصداقية وبعيدا عن التحيز وأنها تظهر الحقيقة وتنشر الوقائع كما تحصل أيضا تتكلم الصحافة الألمانية على الباخرة التي توجد بها بضاعة روسية وتم احتجازها الآن وتوقفها بميناء روستوك شمال ألمانيا بولاية ميكلنبورغ فوبامن هذه الباخرة انطلقت من مدينة سانت بيترسبورغ الروسية وكانت متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الباخرة لم يكن مخطط لها بأن تقف أو بأن تتوجه إلى ميناء روستوك الألماني بل كانت سوف تكمل طريقها إلى المحيط الأطلسي ومن هناك تتوجه إلى أمريكا لكن حصل عطل بهذه الباخرة ولذلك عندما حصول العطل توجهت إلى مدينة روستوك من أجل الإصلاح عندما جاءت الجمارك هذه الباخرة هي يعني تعمل بعالم جزر المرشال جزر المرشال هي جزر توجد شرق أستراليا لكن هذه الباخرة كانت متوجهة وتنقل البضاعة إلى أمريكا وكانت تنقل البضاعة على حسب شركة كنادية بعد دخول الجمارك وجدوا بأن هذه الباخرة تنقل 251 كونتينة يعني حاويات البضائع وبها يوجد خشب من روسيا وذلك الخشب كان متوجه إلى أمريكا لكن بسبب العقوبات التي مفروضة من عند الاتحاد الأوروبي على روسيا إحقامت الآن السلطات الألمانية بحجز هذه الباخرة ومنعها من الانطلاق أصدقائي وقالوا لأن هناك عقوبات أيضا على روسيا تشمل أيضا الخشب لكن قالوا أيضا بالصحافة بأنه ليس جميع الدول الأوروبية أو حتى أمريكا يلتزمون بالعقوبات المفروضة على روسيا فقالوا بأن مثلا فرنسا تحتاج وتحصل أيضا على اليورانيوم الذي يستعمل بالمفاعلات النووية في فرنسا أيضا من روسيا قالوا بأن أمريكا أيضا تحصل على اليورانيوم المخصب من روسيا الذي تحتاجه أيضا للمفاعلات النووية وقالوا بأن أمريكا استوردت العام السابق 700 طن بقيمة 1.2 مليار دولار يعني يقولون بأن هناك بعض الدول رغم العقوبات فهي في بعض الأمور لا تلتزم بالعقوبات ضد روسيا وهناك الآن الشركة الكندية تطالب بفك الحجز على هذه الباخرة والسماح للباخرة بإكمال مصارها إلى أمريكا كي تنقل الخشب الروسي هناك أيضا الصحافة الألمانية تتابع وتكلمت على الحريق الذي حصل هذا اليوم في مدينة إسطنبول في توركيا والذي أدى إلى مقتل 29 شخصا حصل هذا الحريق في بناية عالية تتكون من 16 طابق كانت تحصل هناك أشغال بالطابق الأرضي بالطابق الأرضي يوجد هناك ملها ليلي ديسكو كانت تتم فيه بعض أشغال البناء وأشغال الإصلاح وبعد ذلك حصل حريق ونشب بالعمارة بالكامل وتوفي 29 شخصا من سكان العمارة أصدقائي وجرح عدد كبير من الناس لا تعرف الآن الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق التحقيقات ما زالت مستمرة وتم اعتقال خمسة أشخاص الآن في توركيا وسيتم التحقيق معهم قلق كبير جدا وواسع تناقشه أيضا الصحف الألمانية حول الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق العاصمة السورية حيث أن القنصلية الإيرانية في سوريا تعرضت إلى هجوم بالصواريخ تقول بعض الصحف أنها تعرضت إلى هجوم وضربات بستة صواريخ إيران غاضبة جدا وقالت بأنه قتل سبعة أشخاص كانوا يتواجدون بالقنصلية كلهم ضباط يعني من هؤلاء السبعة أشخاص قالوا اثنين جنرالين الجنرال الأول هو قائد الحرس في سوريا ولبنان وأيضا الجنرال الثاني هو نائبه بالإفضافة إلى خمسة ضباط آخرين بما أنه لا توجد الصفارة أو قنصلية أمريكية في إيران وتوجد هناك قنصلية سويسرية فقامت إيران بيعطاء إيدانة عبر الصفارة السويسرية في إيران إلى أمريكا أمريكا قالت بأنه لا علاقة لها بالأمر ولا علاقة لها بالحادثة أيضا إيران تتهم إسرائيل بأنها هي من قامت بهذا الهجوم وتوعدت إيران بأنها سوف تنتقم من إسرائيل هذا الأمر أدى إلى انتشار قلق كبير جدا الآن في مجموعة كبيرة من الدول العالمية بأن هذا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا أن يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة جدا في الشرق الأوسط إسرائيل رفضت إعطاء أي تعليق على هذا الهجوم وقالت إسرائيل بأنهم لا يعلقون على ما يصدر في وسائل الإعلام الأجنبية هناك الآن أيضا قلق في مجموعة كبيرة من الدول الغربية بأن زادت أيضا الآن من الحراسة وزادت من اليقضة وحماية الصفارات الإسرائيلية والقنصليات الإسرائيلية في مجموعة من الدول الأجنبية الخبير أيضا بالشأن السياسي بالشرق الأوسط الألماني جيدوشتاينبيرغ قال بأنه حسب المعطيات الأولية وحسب وجهة نظره فهو يعتقد بأن إسرائيل هي من قامت بهذا الهجوم لأن هذا الهجوم هو مماثل ويشبه الهجمات التي تقوم بها إسرائيل الآن الكل يراقب كيف سوف تنتقم إيران وهل ستنتقم إيران هل ستحصل هناك هجومات هل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي ويشعل نارا لحرب كبيرة بالشرق الأوسط إذا جاء هناك جديد بهذا الخصوص سوف أنشره لكم وكي تتوصلوا بجميع الأخبار اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كانت هذه جولة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء